القبض على المتشددين أو هذا على الأقل ما يتدربون على القيام به هؤلاء هم الحرس المحليون والقناصة وقد عادوا للتو من الخطوط الأمامية في مواجهة مقاتلي بوكو حرام بجانب القوات الحكومية في نيجيريا هذا القناص يقول إنه قتل عشرة متشددين الأسبوع الماضي في مدينة يلوى شمال شرق البلاد بعضهم جاءوا من تشاد هؤلاء هم المستهدفون من قبل القوات النيجيرية متشددون سيطروا على عدد كبير من القرى ويقودون دبابات ويستخدمون أسلحة رشاشة استولوا عليها من الجيش عشرات الآلاف من الناس هربوا من منازلهم إلى مخيمات اللاجئين زينب قتل زوجها عندما هاجم المتشددون قريتهم فهربت مع أولادها الأربع جنود الجيش أرادوا الهرب سألوا السكان عن مخرج للمدينة واشتبكوا مع الأهالي بعد خلعهم الزي العسكري لأن الناس أرادت الهرب أيضاً مع تفاقم الأزمة الإنسانية ووقوع المزيد من الأراضي تحت سيطرة المتشددين قامت الحكومة بالاستعانة بالآلاف من الحرس المحليين والقناصة لمساندة جيشها القناصة والحرس هم من عامة الشعب لديهم خبرة واسعة في الأراضي والمناطق المحلية فهم يقودون الطريق للقوات ويزودون المخابرات بكل ما تحتاجه نتائج هذا التعاون يمكن رؤيته بشكل واضح في مدينة يلوى التي عادت إليها الحياة بشكل طبيعي وزودت الحكومة الحرس بأسلحة متقدمة لمواجهة المتشددين وبالرغم من أنهم مأجورون إلا أن حب الوطن هو الدافع الحقيقي وراء قتالهم على حد قولهم وبحسب الحكومة النيجيرية فإن نشر الحرس والقناصة ضرورة ملحة لحماية البلاد وقد تكون الخطوة الصحيحة لوقف زحف المتشددين اشتركوا في القناة